السلام عليكم مرحبا بكم جديد على قناة الاستاذ الافتراضي او صفحة بخفصوما فهذا الفيديو اللي نوعا ما مغيره او خاكة تبقى في ايطار لابخوديكسون اكرر غاد نهضروا على الجانب ديال تصحيح وغنتقسم معاكم السبب اللي كان خلاني حطي 9.75 في انشاء في متيحان جهوي لاحظوا هاد نقطة هذي راها اللي مرتفع بزاف وقليل فاشكت حد إلا إلا كانوا مجموعة ديال المعايير اه اه اتلاقوا في ذاك الاغيداكسون وهنا غان نجاوب على السؤال زع ما واش كان احتى المعايير ديال اللي بلان ديالي كتير باش اه اه زيت تجاعت وحطيت نقطة ديال 9.75 دونك بالنسبة لديك الاغيداكسون ما عارفة شواش بنت ولا ولدي هنا ملاحظة اراما ما عندنا التاشي اشارة على التلاميذ ولا يعني المؤسسة ديالهم ايه اعدنا فقط انا كنعارفو اينا شو عبو داكو خاصة مع مع من بعد ذاك الحاجر فكانوا يعني العلميين كيدوزوا بوحدتهم والادبيين بوحدتهم داكو دونك اول حاجة كيف قلت انما كان عارفوش شو كون اه صاحب ديال الورقة ولكن الحاجة اللي اه اه تارت انتباه ديالي اولا في داكو وهو ان النص كان منضم بزاعة يعني كانت المرقى بخوبخ ماني كان قوله بخوبخ هنا الكتابة ماشي بالضرورة غري تكون كتابة هي اه 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 كطابة هناك الركزوية اناها تكون المرقى بجيبلي يعني مقروعه و تفرزو الكلمات الكلمة لا تجيش متدخلة مع أخرى و كذلك الحروف لا يكونوا متدخلين لكي نقدروا نقرأ و بالتالي نفهموا شنو كنتوا بغيا تقصدوا في ذاك الاغيداكسون هذا من جهة الاغيداكسون كانت واعرة كانت نقية كانت منظمة و هنا مني كان قول المنظمة أنه كانت فيها مقدمة عرض خاتمة كل شيء مهزول مقدمة بوحدتها كان واحد استردية للفراغ كان العرض كان استردية للفراغ و كان الخاتمة كان اللالينيا اللالينيا هي أنه احترمات و لا احترم حانا جاتني شوية لورقة بحالي في مينين شوية اي في ميني امب موهم على أين كانت عندنا جوج ديال التربيعات ولا موهم واحد المسافة نفسها تحترمات في العرض نفسها تحترمات في الخاتمة مهاشي ركيبا يعني ليس بالضرورة سمقى نشوف الورقة و نقراها و نعود نورا ذاك شيء أول حاجة و أنا كنت قلتها لكم هذي آخر حاجة كنت نتبهولي هانتما ولكن احنا أول حاجة كنت نشوفها في تصحيح كنت نشوفها هو تنظيم ديال الورقة فذك شيء كان منضم مزيد زيد على ذلك كانوا ليليان لوجيك ان كولا داكور أنا ما كان نصح في العادة ديالي ما كان ما كان نصحش بالليليان لوجيك ولكن في ذاك الورقة يعطوا واحد الجمالية أكثر دونك ليليان لوجيك كانوا كتوبين بالخضر و ليبوان كانوا كنت نتبه بالأحمر ولكن ما كان نصحكو مش تستعمل الأحمر ما يمكانوا تليبوان فينال كانوا بالأخضر دونك مستعملش ما استعملش الأحمر أنا كنكرراني معارفة إذاك تلميذ أو تلميذة اللي كان كاتب ذاك الورقة داكور غيبني كنقول كانت بحالي قدت لكم جاتنين نتباع من ذاك الورقة ديال البنت داكور دونك أول حاجة كنت منضمها بذي يعني ستيللي واضح داكور ستيللي كاينة لا توش بخصونيل والحاجة اللي خلتني أقول أن كاينة واحد راكت برصوا ما يكونش ناقال أو ما يكونش كيدوزولي كنحطي الكيشتون ما مجاوب عليهم لا مجاوب عليهم كوريكتمو كانت عشرة على عشرة علش لأن ما كنت شي خاطع داكور يعني 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 العامل ديال الاسئلة زيد انا مني كنقرأ كنقى يعني ذاك شي ماشي فنستيجاه ماشي الاسئلة ممجاوبينش عليهم زيان مثالان ولا غي داكس يوم مجاوبين عليها واعدة فراي قصد ذاك شي يكون لوجيك داكو دونك السيلي هو متوسط مشي متوسط كان زوين يعني مقرأ يعني انا بغيت نقول مستوى ديال تلميذ هات شي اللي بغيت نقصد مني قلت متوسط كان قصد به مستوى ديال تلميذ اللي مشتهد داكو يعني ما باينش اسلوب ديال الاسئلة ولا شي واحد اللي كبير فوقي دونك الاسلوب كان مزيان انا كنقرأ كينا شوية ديال المنهجيات اللي كيني في الانترنت علش الله مثلا ذاك المدخل اكتويا الما ولا دون وجوه ولا مشي مشكل مهم كين اضافات اللي كتبين ان داك تلميذ مشتهد داكو دونك تكتب ولك يكتب مزيان ما كينيش اخطأ هادي هي المرحلة الثانية حيث احنا غادي كنقرأو احنا كنشوفو اللي غوامر دونك ما كينش خاطأ نقريت المقدمة داكشي مكتوب لي ماجسكول اه لي برغول فوبلاسطم اتسي ترى دونك داكشي غادي مزيان يعني مهم الكلمات كاملين نصححين دابان مشو للحجاج الحجاج منطقيين داكو ومقنعين وانستيل كيف ما قلت بخصوني المهم طريقة ديال البناء الحجاجة كنت رائعة جدا والحاجة اللي خلاتها تكون رائعة كتر هي انه كان كل حجة عند ها المثال ديالها داكو وامثلة اللي كينين من الرواية هادشي كيزيد يأكد انه داك تك تلميض ضابط للروايات وكانو الامثلة تم الواقع وعرفو كيفوش يصيغو داك الامثلة داكو والبنية هنا يا رهما كانش بلان دياليكتي كان ان بلان سامبل داكو ويرا ممكن بالبلان سامبل تحصلو على نقطة اللي جيدة دونك انا اعتمدت على هاد المعايير نص منظم مزيان كلمات اللي راقية صراحة وحجج اللي مقنعة ومع كل حجة مثال وما كينينش الأخطاء وزيد انه يعني باين انه تلميض ضابط فاهم رابحا اللي تقدر تقول داك تلميض كان كي اسمع شي فيديو ديالي مثلا اللي كان هادر على المعايير ديال اللي خسكم تحترموها في الانشاء ولقيتها تمه وهو ايه زيد على ذلك في واحد اللحظة مني لقيت انه كل شي سعما ساليم فقط بعض الأخطاء اللي هي بسيطة جدا وفينغي ديال ساهم ماشي ديال انا داك تلميض ما ضابطش اللغة الفرنسية بحال شي فاصيلة كان خصت تكون شي بلاسة متن دارش هذا فانقصت عليها سفر خمسة وعسين دابا بقيت كانش واشن انحط هاد النقطة كاملة ولا لا فقرنتها مع غيد اكسيو اللي كانت اه كان لبلان دياليكتيك سي تاديغ داك تلميض دا المؤيدين والمعارضين حساد الحجاج يعني ثلاثاد الحجاج في العرض في البارتي اللي اولاو ثلاثة وحجاج اللي في الخلاصة ولكن شنو اللي كان الفرق هو انه كانوا اخطاء بزاف بلان دياليكتيك داكو يعني منيجيت نقارنهم فما يمكن لياش يغير حيث داك التاليب دار لان دياليكتيك نعطيه النقطة كتر و تلميذ الآخر محترم جميع المعايير و استعمل البلون و نحيد له النقطة فانو بقيت كنفكره كنفكره لقيت زيد عدد ذلك كينا واحد الملاحظة فعناس الإجابة هي أنه خسنا كاساتي دا أو كمصحيحين نقبله جميع البلون خسنا نشوف غي كيفاش الطالب عبر على رأيه و خيستبع البلون دياليكتي كومباراتيف تيماتيك يعني خسنا نقبله كل البلون فا بالاعتماد على هاد الامور هذي أنه ذاك الملاحظة اللي كينا فتصحيح في العناصر الإجابة و زيد على أن نلقيت البلون دياليكتيك في هالأخطاء بزاف وليزار غيمو شوية نقسين مقارنة مع ذاك البلون سبل فعطيت النقطة لنصاحب البلون سبل و كانت النقطة تسعود كيفما قلت خمسة وسبعين والتوتال كان فيها اه تعتاش خمسة وسبعين هنيئا لكتيلميذ أو دكتيلميذة ولكن راه باين الاشتهاد من خلال الورقة دونك هنا خلاصة القول نهار ديال الامتيحان ركزوا بزاف على لانا تكتبوا بشكل صحيح يعني الكلمات ما تخطووش ما تدلوش ما تنسوش لأسرا كيتعصب المصحيح من كيلقى الأسنق مثلا ولا كتدروا على الفيمينة ومستعملين المسكولين داكو هدا من جهة يعني سلامة اللغار كزو عليها لكوريكسون دولا لونغ و كتكون عليها خمسة ديال النقاط ثاني الطريقة هي ان الازاكيمو حاولوا تجيبوشي اغيمو اللي هو مقنع مثلا ممكن تعتمدوا تالى الحجاج اللي كنعطيكم في القناة ديالي ولكن ديروا اضافة ديروا لمسة ديالكم انتوما و تكون لمسة اللي هي في محلها هاد الاضافة زيدوا عليها المثال فمنك تكتبو حجة زائد المثال ره النقطة كتزيد ترتفع و كذلك في الاخير حترمو لفوم ديال لوتكسيني المقدمة بوحدة هالعرض الخاتيمة و خلي واحد الفارق كانت هذه تجربة حية من العالم ديال تصحيح و هاد شهادة كذلك شهادة صحيحة من الميدان فاعتمدوا هاد مصائح اللي كانعطيكم و ان شاء الله يكون خير اتخاذ خبيانتو